موسيقى موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات الله عز وجل المتنزلة في قرآنه الكريم والتي يجعل لها هذا العنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في سورة القصص يقول الله عز وجل بعد عذي الله الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هذه الآية تبين بيانا كافيا شافيا عن حقيقة الهداية أن الهداية من الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء هو سبحانه وتعالى ثم قال الله عز وجل وهو أعلم بالمهتدين هذه مهمة جدا في تكملة المعنى وهو أعلم بالمهتدين يعني الذي يراه الإنسان من ظاهر أحوال الناس الله عز وجل هو المطلع على السرائر وهو المطلع على الخفايا وعلى هذا فالهدايات لا يعني الإنسان يظن أن فلان هذا هو المستحق للهداية وفلان هذا هو غير الجدير بالهداية هذا حكمه هو لكن الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو وحده سبحانه الذي يعلم المستحق تماما للهداية كما أن الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته هو كذلك سبحانه يعلم حيث يضع هدايته يعني حتى أمر الرسالات كانوا يظنون أن الرسالة هذه لو أريد لها أن توجه إلى شخص فأولى بها الوليد بن المغيرة أو أولى بها نعيم بن وسعود الثقفي في الطائف لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من الغريتين عظيم يعني الوليد في مكة أو نعيم بن وسعود الثقفي في الطائف هؤلاء هم بمقاييسهم هم بمعاييرهم هم هم المستحقون هم أهل الاستحقاق للرسالة لكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته فما جعلها إلا لسيد الخلق أجمعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده المستحق ليكون المؤهل ليكون الرسول الخاتم وعلى هذا فأمر الهداية من الله لكن فيها جانب أن الإنسان عنده فيها كسب وعنده فيها اتهاد فالهداية تنزل من الله عز وجل على مستحقها ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هو سبحانه هو أعلم بالمهتدين في القصص التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى الذي نقوله الأعشى شاعر كبير عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام وهو من شعراء المعلقات ونحن نعرف أن شعراء المعلقات هؤلاء كانوا هم أعلى الناس مكانا في الجاهلية وكان عندهم منزل عظيمة يعني في الخبر أن الشاعر في الجاهلية كان كالنبي عند بني إسرائيل يعني شعراء الجاهلية هؤلاء كانوا كالأنبياء عند بني إسرائيل في مكانتهم يعني فالأعشى كان واحدا من هؤلاء لما ظهر الإسلام وقامت للإسلام دولة في المدينة المنورة التي استنارت بنوره صلى الله عليه وسلم أراد الأعشى أن يسلم وتروي الروايات أنه ركب بعيره وانطلق غاصدا يريد المدينة ليعلن إسلامه في الطريق اعترضه بعض المشركين وقالوا له إلى أين وهم يعلمون مقصده فقال إلى محمد قالوا له إن محمدا يحرم الزينة قال له امتركته قال له إن محمدا يحرم الربا قال له لا حاجة لي فيه قالوا له إن محمدا يحرم الخمر قال أما هذه ففي النفس منها شيء يعني هذه لم تخرج من نفسه أما هذه ففي النفس منها شيء فأغروه بمال وأعطوه مالا كثيرا وزين له أن يرجع وأن يعود إلى ما كان عليه حاله الأول من شرب الخمر وصرفوه عن هذا المقصد واتهدوا في هذا اجتهاد كبير وواضح جدا الدافع وراء هذا الاجتهاد لأن الأعشى وهو بهذه المنزلة وهو بهذا اللسان وهو بهذه الشاعرية لو دخل في دين الإسلام ففي هذا ضربة غاصمة للمشركين لأنه سيوظف لسانه وشعره وشهرته وسيكون في هذا كأنه فيه بعض فتح للإسلام فاتهد أولئك المتهدون كل هذا الاجتهاد في أن لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يبلغ ذلك المقصد فرجع وقيل إنه قد مات في عامه ذلك الذي رجع فيه هذا نموذج النموذج الآخر هو نموذج الطفيل بن عمر الدوسي والطفيل بن عمر الدوسي كان سيدا من سادات دوس من سادات قبيلة دوس كان رجلا عظيما في قومه مقدرا عند قومه جاء إلى مكة وجاء إلى مكة وهو غريب عن مكة ليس من أهل مكة وليس من قريس جاء في زمن الدعايات الكبيرة الباطلة التي في زمن الآلة الإعلامية التي وجهت كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتهمه بأنه ساحر أنه يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين المرء وأخيه ثم من الذي تصدى لهذه الحملة الإعلامية الأولى تصدى لها عمه أبو لهب كان يسير خلفه ويقول هذه الأقاويل فكان في هذا الأمر فتنة عظيمة فتنة عظيمة لكل إنسان غريب من خارج مكة فإذا جاء الإنسان وهو غريب عن البلد فوجد واحدا من أهل البلد يدبعه عمه يكذبه ويقول فيه هذا القول لا تسمعوا له وأنه كذا وأنه يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه هذا الأمر كان فتنة للطفيل بن عمر الدوسي صده في أول الأمر عن السماع فوضع في أذنيه شيئا كأنه القطن يعني حشى به أذنيه حتى لا يسمع هذه الفتنة ثم من بعد تفكر في حاله وتأمل في حاله فوجد أن هذا الشيء لا يليق به لا يليق به وهو صاحب العقل الراجح صاحب العقل المميز أن يضع شيئا في أذنيه خشت أن يسمع من إنسان فنزع ذلك الذي وضعه في أذنيه وقال أنا رجل عاقل راشد أسمع إن وجدت خيرا قبلت وإن وجدت غير ذلك تركت وانصرفت ففعل هذا بالفعل وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أن دخله الإسلام يعني لم يدخل هو في الإسلام وإنما دخله الإسلام اقتحمه الإسلام فوجد في الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيه النور وجد فيه الخير وجد فيه البركة فأسلم من فوره ورجع إلى قوبه وكان سببا في إسلام قبيلته كلها كان سببا في إسلام قبيل الدوس هذه القبيلة التي كان منها راوية الحديث الأكبر كان منها أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قبيل الدوس من هذه القبيلة التي كان للطفيل بن عمر الدوس الفضل في إسلامها وعلى هذا فكل حديث رواه أبو هريرة للطفيل بن عمر الدوس فيه الأجر وله فيه النصيب وله فيه الثواب لأنه كان سبب ذلك الخير الذي جرى على أبي هريرة وعلى غير أبي هريرة من قبيلته دوس الشاهدنا في هاتين القصتين المتقابلتين جدة أن ظاهر حال الأعشى الشاعر ظاهر الحال كله كان يقول أنه متهد في طلب الهداية رجل ركب بعيره ووجه وجهته وأراد وهو يريد مقصده المدينة ويريد أن يسلم هذا هو الظاهر الظاهر كله إقبال على الهداية وظاهر حال الطفيل بن عمر الدوسي ظاهره كله في البداية إعراض عن الهداية حتى أنه وضع شيئا في أذني حتى لا يسمع فظاهر الأعشى أنه هو الذي ينبغي أن يهتدي وظاهر الطفيل هو الذي لن تبلغه الهداية لكن الله عز وجل لا ينظر إلى هذا الظاهر الله عز وجل ينظر إلى ما في نفس الطفيل بن عمر الدوسي وإلى ما في نفس الأعشى الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل هدايته فعلم من حال الأعشى ما جعله غير مؤهل للهداية وعلم من حال الطفيل بن عمر الدوسي ما جعله مؤهلا لتنزل الهدايات فإذن في قلب الطفيل بن عمر الدوسي وفي نفسه كان الخير وكان الإخبات وكان التواضع وكان الفلاح وكان كل شيء وربما كان في نفس الأعشى الذي صرفع عن الهداية ربما كان يطمع في اللحوق بالإسلام من باب أن الإسلام أصبحت له دولة وأنه ربما كان يرجو شيئا من دنيا ربما الله عليم بحاله فصرفه عن ذلك عن الهداية لأنه يعلم بحاله فهذا كله يؤكد أن الهدايات تتنزل من الله عز وجل لكنها تتنزل على قلوب مستحقة متأهلة للهداية في سورة الجن نحن نعلم أن الجن مخلوقون كالناس فيهم ليسوا كالملائكة الملائكة مجبولون على طاعة الله لا يعصون الله ما أمرهم أما الجن حالهم كحال الناس يعني فيهم من يعصي وفيهم من يطيع فيهم المسلم وفيهم الكافر فيهم البر وفيهم الفاجر حالهم كحال الناس فالجن الذين كتب الله لهم هداية وقص علينا خبرهم في سورة الجن قالوا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هذا ظنهم الذي ظنوا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب هذه النفوس نفوس على فطرة صحيحة وعلى فطرة سليمة تستبعد الكذب على الله عز وجل تستبعد أن تكذب الجن أو تكذب الإنس على خالقها سبحانه وتعالى وتستبشع هذا الكذب وتستنكر هذا الكذب وعلى هذا فهذه نفوس على فطرة صحيحة نفوس متأهلة للهداية فكان هذا هو الجن المهتدي المسلم لله رب العالمين هداية مستحقة بتلك النفوس الخيرة التي تحب الصدق وتكره الكذب وتحب الخير وتكره الشر وتحب الصلاح وتكره الفساد هذه النفوس التي تكون مؤهلة لتنزل رحمة الله ولتنزل بركات الله فالآية المفتاحية في هذه القضية كلها هي التي بدأنا بها هذا الحديث أن الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أي أنه أعلم بالمستحقين للهداية بأصحاب القلوب المؤهلة لتنزل الرحمات وتنزل الهدايات وتنزل البركات الله نسأل أن يجعلنا من المهتدين لا يجعلنا ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من من يقرأ القرآن فيجد فيه النور والهدى والضياء هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة